لو واحد تسرق منه مرتبه وهو لسه قابد أول الشهر هتلاقي يدمغه مش فيه لو واحد تسرق منه موبايله اللي عليه أرقامه وصوره هيبقى مش طايق نفسه ما بالك بقى من اللي بيتسرق منه عمره أجمل سنين حياته زي ما حصل مع هناء بطلق قصة حقيق النهارد أبوها كان رجل صعب بيدربه بس لدرجة إن البنت لحد عشر سنين كان عندها تبول لإراضي لما تمت خمستاشر سنة أبوها وأهلها أكبروها تتجوز من واحد أكبر منها بعشر سنين اعترضت لما اعترضت وقالت أنا بحلم أكون مهندسة دكتورة أبوها قسر عليها الكرسي قسر لها دراعها قعدت أربعين يوم في الجبس لما لقيت إن هي مش تعرف تقف وصد أبوها أمها جدتها استسلمت وتجوزت هنا اتجوزت في بيت عائلة من واحد مدمن حشيش على أدفة سبب بيضربها بيشتمها قصاد أهله لحد ما خلها زي ما هي بتقول مرمطون البيت بتخدمهم مقابل إن هي تاكل لو راحت بقى واشتكت لأهلها أهلها يغلطوها ويرجعوها تاني لحد ما جالها أمراض كتيرة قوي وتعبت خلاص لغاية ما وصل بقى قولون عصبير تجعف المنسوبة الدم في القلب كتير كتير ضغط كل حاجة في الزحمة دي خلفت مش عائلة واحدة دليدة ترجمة نانسي قنقر